اشتركوا في القناة اوباما بواقع هدف في كل شوط وكان الفارس الابيض قد خاض وديتين قبل مباراة الرائد ونجح في حسنها بخماسية نظيفة على حساب بايونير وبهدف دون رد امام الترسانة واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارترون على الحالة الفنية والبدنية لاغلب نجوم الفريق ودفع بعدد كبير من اللاعبين من اجل تجيزهم لاستئناف مباريات الدوري ويستعد الزمالك لخوض مباراة الجولة السابعة من عمر مستابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 تمام المقاولون العرب والمقرر لها الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري ورجعنا لكم مرة اخرى ومعايا الكابتن الكبير كابتن حمادة عبداللطيف حاوي الكرة المصرية كابتن حمادة ازايك؟ مزاك خلوه دعم ليه؟ كله تماما كابتن كابتن ابتدي معاك غد الوقت انتباعك ايه عن البطولة؟ بص انا سعيد بالتنظيم بتاع البطولة لازم نشكر دولة قطر على التنظيم الرائع اللي معمول صراحة ملاعب على اعلى مستوى نظام تنظيم كويس اوي البطولة فيها فرق طبعا كتير عجبتني يعني مغرب برغم انها خرجت بس عجبتني منتخب كويس سوريا قدت اداء كويس سلطانة عمان عند بعظم المنتخبات صراحة يعني كلهم كويسين طبعا مع مصر طبعا وتونس وبلزاير طبعا وقطر اللي كانت مفاجأة بالنسبة لي برضو منتخب كطر فبطولة حلوة بطولة مديها فرص كتير للعيبة يعني مش اساسية في المنتخبات فخدوا فرص حتى احنا عندنا في منتخب مصر فيه لعيبة كتير خدت فرص بص على مروان داقود خد فرصة بص على حسين فيصل بص على امر كملعب واحد الناس دي كله احمد رفعت فالناس دي لو كان مثلا السين الموجودين مثلا محمد صراح موجود ومصطفى محمد بقى اومر موش وترزجي سليم ما كنت نادر للي انت ما ممكن تلاقي اللعيبة دي مهند لاشين برضو كخد فرصة لانه برضو كما بيتصاب حمدي فاتحي بينزل فهي مباراة يعني بطولة حلوة ان شاء الله تكمل كده وبكرا ان شاء الله منتخب مصر يعمل مطش كويس لان خلي بالك بكرا مباراة مصر وتونس سرعة الاقوياء والابطال منتخب مصر بطل وتاريخ كبير ومنتخب تونس بطل وفرعة كبيرة وفرعة ومحترمة وعدد المواجهات منتخب تونس متفوق في المكسب عن منتخب مصر وده شيء واقع يعني وراء وقلم يعني فيها هنتفرج بكرا على مباراة حلوة يا خالد مباراة تاكتيكية في ممكن ايه لو هنخش في الفنيات في السريع كده هقول لك منتخب تونس هو حجوميا اقوى فعلا اه طبعا منتخب تونس انت ما لكن منتخب مصر دفاعيا اقوى مع حرس المر محمد الشنوى اللي عمل مطشات كويسة طبعا والدفاع طبعا سامع انها حجاز احتمالية لعب جنب الوينش ويبقى اكرم توفيق موجود وفتوح اللي عمل مباراة رائعة فحلنا دفاعنا اقوى وحرس مر مانع احسن شوية ممكن الكلام ده اللي انا بقوله مثلا ممكن تلاقي بكرا دفاع تونس احسن دفاع وحرس المر مانع كويس بسانا بتكلم عن الرؤية اللي انا شفتها اه لا عن الرؤية اللي انا شفتها من خليل المتصد لكن انت عندك منتخب تونس عنده قوة هجومية رهيبة خلينا نتكلم بسرعة اهم مفتاح اللي انا بعتبره الباك اليمين محمد درجر دوت لعيب مميز جدا الزاهر الايمان ده بيلعب خلي بالك في الدوري الانجليزي بس المستوى به يعني درجة ايه المستوى التاني يعني لعيب كويس اوي ده من ضمن مفتاح اللعبة الكويسة محمد درجر ده لعيب كويس اوي عندك اتنين في نص الملعب مهمين اوي طبعا شعلاني ممكن هو يبدأ او محمد بن رمضان محمد رمضان كان هو اللي بيبدأ الاول بس بعد ما اضطرت خطرت فابتدى شعلاني يخش هو او محمد بن رمضان شعلاني وساسي شعلاني عندك الارتجاز في نص الملعب لعيب قوي ساسي المهارة وصناعة اللعب اتنين اخويا اوي في نص الملعب هيواجههم السلاية وحمد فتحي وحمد فتحي هتبقى مطشي حيلو بينهم لان برضك السلاية ماشي كويس عامل مطشات هيلة وحمد فتحي مقاتل وانا من هنا من قناة الزمالك بهني حمد فتحي على روحه وعلى قتاله في الملعب التلاتة اللي قدام هم اللي تحت السف الجزيري دول المشكلة بقى يعني عندك حنباعلي دوت المكبيري ده ده بيلعب في الماني يونايتد هم مش اساسي 23 سنة 23 سنة هم مش اساسي بس العيب كويس قوي عندك نعيم السلتي عندك المساكني وقدامهم الجزيري الناس دي لو تفوقت يعني لو تفوقوا عليك في نص الملعب هيبوا خطر جدا لان هم لعبت كورة عندهم خبرات يا خالد صحيح يصف مساكني ده لعيب مهاري قوي وصيف الجزيري عندك وصيف الجزيري وعندك السلتي لعيب كويس وعندك حنباعلي المكبيري ده لعيب كويس قوي ومعهم قائد في نص الملعب ساسي ممكن ساسي المساكني اللي فاتت ما كانتش في مستواه بس انا هتوقع بكرا ان ساسي هيعمل ماتش كويس هيعمل ماتش كويس وقدام مصر وقدام مصر فهي الصراح هيبقى في نص الملعب خلي بالك انا هل بقى الحمد فتحي مع افشل او لعب مع السلية الثلاثة في نص الملعب على الناس اللي موجودة في نص الملعب الافضلية هتبقى المين الاستحواس هيبقى المين القوة المين السرعات لمين المهارة المين فانا بشايف كور السابتة المين كور السابتة هم هوا متميزين فيها اه جدا تميز بيا يعني طول عمرهم تونس متميزة وتونس تونس والمغرب وجزائر وجزائر تونس منتخب كبير ممكن تونس دايما في منتخب تونس في البدايات ما يكونش بيقدي كويس اوه بس ممكن تليه يوصل النهائي وياخد النهائي فرقة بتعرف تكسب مش شرط بتلعب كورة جميلة اخر ده المهم اللي ايه اللي يعرف يكسب في الاخر فانا بقول من دلوقتي النحية الجميع عند منتخب تونس خطرة جدا لازم ما ندهمش مساحات لان هم لو استلموا لعبة كورة على اعلى مستوى معظمهم حتى محترفين اللي محترف في الدولة قطر اللي محترف في السعود اللي محترف في انجلترا والجزيري عامل شغل كويس احنا عندنا منتخبنا في الناحية الهجومية كويس مش وحش بس عايزين اللي احنا نكسف هجومنا هل نعمل مقارنة كده نتفضل منتكلم على حنى بعل نعيم السليتي ويوسف المساكني يوسف مساكني وجزيري دولة اربعة اربعة نتكلم على مصر بقى اما انا مصر مش عايف التشكيل نقول مثلا حسين فصل حسين فصل ناحية الشمال مروان حمدي وزيزو وتحتهم افشة مثلا مش هيلعب افشة كده انا اتمنى افشة يلعب مش هيلعب انا بقولك امنياتي اه وانا انا زي اه يعني انا عايز ايه عايز السلية وعمري فتحي هم هما اتنين ارتكاز ومشيين كويس وزيزو ناحية اللي مين وافشة رقم عشرة طب سبنا بقى من امنياتي امنياتك وحسين فصل ومروان حمنياتك نقول بقى كيروش هلعب مين انا وانت عايزين افشة لعب ماشي لكن تعالى على ارض الواقع الاقرب يعني هيبقى مروان حمدي مروان حسين فصل زيزو زيزو مين رقم عشرة ام 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 يعني يعني مين رقم عشرة انت ما عندكش رقم عشرة ام فلازم يبقى افشة موجود اللي خلي بالك بص يا خالد افشة ممكن من لعيبة اللي ما ميمسكش الكرة كتير في الماتش لكن ممكن من هجمة او هجمتين من باصة كويسة من رؤية كويسة عنده من صناعة لعب كويسة اعمل لك هدف الحتة دي مش موجودة عندنا انا بكلم ايه بكلم يعني ايه بس هو المياه بلعبش الماليوش داعب ما عندهوش عشرة هو هو اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة هيبقى 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 هيلعب زيزو ويلعب بسولية ويلعب حمدي فتحي وممكن بقى لا يبدأ بمصطفى فتح محي تلمين. ويبقى مراهة الحمدي. وحسين فيها بحسين فصل في نص الملعب عملها. ويلعب. عشرة يعني. ويلعب احمد رفعت معرفش. يعني. يعني. هي المشكلة دي. هي المشكلة في التالت اللي في نص الملعب. انا بالنسبة لي. خلو انت بالنسبة لك قلت الكلام ده دلوقت. اه. اما يبقى عندك ما عندكش صنع لعب. وقفشة موجود ده خطأ. لازم يبقى صنع لعب. قفشة يبقى ده مكانه. لان عبدالله السعيد. مش موجود. هي المنافسة كانت بني عبدالله السعيد. وقفشة ده كان بيلعب وده شوية يلعب وده شوية يلعب. لكن قفشة في المتشاط دي. ياريت. تلاقيه. ياريت والله. خد بالك لانه قفشة ما بيلعبش صنع لعبها هيلعب طرف. يعني معاه توزل وجود اه يعني هو بيلعب مسلا اربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. مش شمال يعني يمين بنحت شمال. الا بقى هيلعب اربعة اتنين واحد. تلاتة. بص خلت. يعني يعني فهي انا مش مش هيفري معايا افشة. هيلعب رقم عشرة او طرف. اللعيب الكرة كويس. اللي عنده المهارة. اللي عنده الرؤية زي افشة وكانت موتوها جدا في عبدالله السعيد وقبل كده في حزم امام وقبل كده في عبو تريكا. لعيب النجوم اللي هي اللي بتوصلك. انا عايز بوصلني. لانه عنده بص رجله مزبوطة. عنده الرؤية بتاعته كويسة. اوكي هو مش بيدافع كويس. ده الطبيعي. ما انا ما كنتش بدافع. وانت ما كنتش بتدافع. ولا مسلا كان حزم امام بيدافع. ده مكانه الطبيعي. انا اتمنى ان هو يكون موجود لانه هيسهل اللعب كتير للمهاجمين. خبالك ممكن يبتدي كمان بمحمد الشريف نحت اللفت. وممكن محمد شريف. بس انا ضده. بس انا ضده يا خالده عشان ما نظلمش. انا وانا كمان اه. انا محبش يعني محمد الشريف العيب كويس. محبش انه يتظلم. محمد شريف هتلعب في مكانه او مرعون حمد. هتبدأ بده او تبدأ ده. لكن ما تظلمش محمد شريف تلعبه ناحة الشمال لانه مش مكانه. عشان ما نظلموش. كابتن كمان ال 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 ا انا انا بحس كده وامارش حالك ما فيقول لها. بحس ان الطرف ده لازم يكون مهاري اوي. طبعا. يعني سريع ومهاري. بس. سريع ومهاري. لو فقد المهارة هتبقى مشكلة. محمد شريف سريع. ماشي اوكي? لكن ده مش مكانه. لكن هو مهاري في ايه? في في الكرات العرضية. في التسجيل في المتابعة. اكتر حاجة بيعبت عجبني. فحمد السعيد ان دايما بيتابع بعمل فولو. وبيلعب بدماء الكواتس. فانا مش عايز اظلمه. مم. كل واحد يلعب في مكانه. مم. دي طبعا دي رؤية المستر كروشتي. احنا بنتناقش وبيتكلم. صحيح. لكن عشان ما نظلمش يقول لك مسلا محمد شريف ما قداش. لا. ما هو يلعبش في مكانه. اما بيلعب في مكانه وبيقدي. زي ماروان حمدي. ماروان حمل جون. ماروان حمدي عجبني. او محمد شريف عجبني. اما يلعب في مكانه. طبع علش ماروان حمدي عاجبك. وكل محللين مصر تقطيع غير طبيعي في ماروان. وعدم قناعة وما يلعبش المنتخب. وقناعة غير طبيعي من كالوس كروشتي من ماروان. اي رأي في ماروان? انا والله مقتنع به. لعيب مكتهد. لعيب مقاتل. ولعيب بيسجل اهداف. بيجري كتير. وبيلصع اهدافه. بيجري كتير. مش هو طبعا ايه. مع التشكيل الاساسي ما يرجع. اكيد المكان ده في مصطفى محمد نمبر ون. اه بالضبط. لكن انت عندك بقى ماروان حمدي. وعندك محمد شريف. والاحسن برضوك من التلاتة يلعب. انت ممكن مصطفى محمد يجي لك. ما كنتش في مستوى. ممكن ساعتها ماروان حمدي. ممكن محمد شريف. كرة القدم يا خالد سوابت فيها. فيها متغيرات. يعني ممكن النهاردة. فلان مثلا محمد مصطفى محمد كويس. لأ بكرة. محمد شريف احسن. لأ بعضه ماروان حمدي. دايما احسن يلعب. لكن انا محبش. المدير فني اللي يلعب في الفرقة. وفي التشكيل كتير. لكن في لعيبة بتحتاجها. اللي هي بتلعب في اكتر من مركز. يعني مثلا واحد زي اكرم توفيق. انا بيعجبني ليه. بكرايد بتلاقيه. ديفندر بتلاقيه. عمر لسه اقول لك عمر كامل. عمر كامل برضو بداية حلوة. زيزو. زيزو طبعا لعيب تكتيك على مستوى. اي من اشرف خلي بالك بيعجبني. اي من اشرف باكلفت بتلاقيه. سير دباك بتلاقيه. اما لعب ماتش الجزائر خلي بالك في نص الملعب قبل ما يتصاب. كان عامل اداء كويس. ليه? بيلعب الكرة السهلة. ما بيقلفش. كل واحد ايه? عارف قدراته. وعلى كده تصور. بس هو طبعا نص ملعب اقل حاجة. طبعا بس بيقدي. اه لان هو باك ليفت وست باك عشرة. اه بس. وما لعبته برضو بيقدي. مش هيبقى اميز اه بس ايه. هو انا بحب دائما انا خالد اللعيب اللي عارف قدراته وامكانياته. اه. لعب على قد. لعب على قد. لعب على قد امكانياتك. على قد المتاح. انت راجل مهاري. اه استغل مهارتك. انت شايف ماتش مصر وتونس ده ايه? يعني انا بشوف كده. اه. برامج تونسية ومصرية. اه. وتوانسة مع مصرين. اه. في نفس البرنامج وبتاعه. وتلاقي باوة كل واحد بيقلل متاني اوة. لا لا. ايه الماتش ايه? يعني هل الماتش محسوم? هل انت شايف الماتش ده يخلص في التسعين دقيقة? هل انت شايف ده ممكن يبقى وقت اضافي? هل ممكن لو في فريق جاب جوه ما عرفش يرجع. يعني هل انت شايف الماتش ده ايه? مسأل شايف الماتش الفرقتين كبار قوي. فرقتين محترمين. منتخب تونس طبعا دولة محترمة. منتخب محترم جدا. ومنتخب مصر كذلك. لكن اقولت لك في البداية ممكن الخبرات تبقى تفيد منتخب تونس اكتر. خاصة في النواحي الهجومية. صح. احنا دفاعيا افضل. الله اعلم بكرة ممكن يحصل ايه? لكن اقولك ده عارف قلت لك صراع الاقوية. صراع الجبابيرا. الناس الابطال بتلعب بعض. فعمر الماتش ما هيبقى سهل. بكرة هنستمتع. مش هنستمتع حتى بقول يعني الكرة الجمالية ممكن ما تكونش حلوة او كتير. والمهارة مش موجودة كتير. عشان حسيت المباراة. هستمتع بالتاكتك. اللي بين المدير الفني هنا ومدير الفني هنا. الواجبات الدفاعية لللعابة هنا. والهجومية هنا. سرعة التحول الدفاعي للهجومي. في حاجات بكرة هنستمتع بها. بس انا دايما بقول الحزاري من اللعيبة اللي احنا قلنا عليها. هما هجوميا اقوية. طيب. تدهمش مساحة يا خالد. كابتن تعالى نقرأ كده مع بعض السيناريو لهذا اللقاء. ونقرأ مع بعض الفريتين. اه. يعني مسلا المدرب المنتخب مصر عايز اعمل ابني خطة على اللعيبة اللي هتلعبني. اه. فاجأ اقول مص بس مسلا بص على المنتخب تونس كده اقول لهم عندهم حرس مرمى. ومش مش حرس متميز. اه معيز حسن. اه. بس ممكن بكرة يبقى كويس. خلي بالك. لا انا عارف اكتب ممكن يبقى كويس. بس انا قصدي هو عمتا. اه هم عندهم مشكلة في حراس المرمى. اه. مشكلة في مين الآن. فاروق بن مصطفى بدأ الفاروق بدأ. فاروق بدأ وعن كده. اه لم يكن مقنعا يعني وكده. فبتالي ايه. هل انا مسلا كابتالي العب على ان انا اي حد عنده فرصة يشوت يشوت من كل حتة. اه. تعرف بالشوطة الوحيدة اللي. جات سوار. جات جون في. اه. وكد في نص الجود. اه. وبالتالي اه نمرة اتنين. عندي مسلا زي ما حدق قلت يوسف المساكني. اه. ولعيب حنبعل. 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 والسجزيري. اربعة جمدين جدا. اه. السلال اربعة ما بدفعوش. او. ممكن. اه. 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 اممكن اللعيب الصغار تحت ثلاث عشرين سنة ده. حنبعل شوية. حنبعل شوية. شوية. تمام. لكن هم بيميلوا اكتر للنواحي الهجومية. اه. علي معلول دايما فاتح الرابع. اه. اه. قدام. اه. بيبقى في مساحات وراء طول الوقت. اه. فهل في نفس الوقت عندنا ساعات بتلاقي المساحات ما بين الخطوط. مفتوحة شوية. مفتوحة وبعيد ده شوفنا في موتش الاردن. معشان كده. اي راية المدربين بقى. معشان كده اول حاجة ايه. ما تفتحش الجيم مع منتخب تونس في البداية. اه. يعني اوع تفتح خطوطك مع منتخب تونس. لان اقولت لك ايه. هم الخط الامامي عندهم المهارة. ممكن زي ما انت بتقول ما بيدفعوش قويس قوي. بس بيأمنهم دايما ساسي. بتمركزو. اه. اول اسمه الشعلاني. اه. ده بيدفعو كويس قوي. فهم بيعتمدوا على الرباعي دوت. مع الظاهير الايمن اللي احنا قلنا علي محمد. اه. محمد درجة. ده لعيب كويس قوي. اه. فمتفتحش الجيم مع منتخب تونس. اما حاجة ما يخشش فيه الجنب في البداية. اما حاجة ازاي تدفع كويس. حتدفع كويس. حتقدر تكسب. بالك الكورة السابتة. شكلة كبيرة. بالنسبة لنا. هتبقى لنا. اه. شكلة كبيرة. لان هم متميزين. لان هم متميزين. فمتفتحش الجيم مع منتخب تونس. لازم بقى فيه تنظيم دفاعي كويس قوي. هتلاقي بكرة فيه جبهات حلوة. يعني هتلاقي لو علي مع اللعب. هتلاقي زيزو. معاه. هتلاقي جبهة. اكرم توفي. اكرم توفي اني حتى انا حيميل علي المساكنة مثلا شوية ممكن. او علي محلول. هيروح له مثلا تفهم ازاي. هتلاقي اه. فيه جبهات هتبقى حلوة بكرة. عندك سيف الجزيري والونش. عندك سيف الجزيري والونش. عندك السلية مع فرجاني ساسي. اه. انا بقول لك بكرة يعني احس ان احنا هنستمتع بكرة حلوة طبعا. مش هتبقى كتير طول الماتش. بس هيبقى التكتك اكتر موجود فيها. هيبقى الفنيات والمهارات هتلاقيها في المواقف الصعبة. اللي دايما نخلط المهارة والفنيات العالية هي اللي بتكسب في الاخر. عندما تتساوى القوى البدنية. مع منتخب توليس ومنتخب بص. قوى الفنية. ومدرب شغال هنا ومدرب شغال هنا. دايما بتبحث عن اهم سلاح اللي هو المهارة. اللي هو الحاجة الموهبة الفانسي. طب اقول لك حاجة مين بصراحة? مين مهارته اعلى? كمهارات? انا راجل طول عملي يبص احنا عندنا. اشوف اللي هيلعبه بكرة. يعني بص احنا عندنا زيزو. عنده سرعة وقوة. كويسة. وبردك مهارة. اه. افصل او لعب مهارة عالية. حسين فصل. حسين فصل عنده مهارة. احمد رفعت. احمد رفعت. هل يبتدي يا كبن بكرة? انا ما اعتقدش ان او هيبدأ. انا بحب احمد رفعت يبقى ورقة. الشوت التاني. ممكن حسين فصل يبدأ لان حسين فصل برضك لعب مش وحش. ولعب ممكن بكرة تحتاجه. لان لعب يعرف انا بالعب اللي بيقف على كرته. بيقف عليك. شامد اللي بيقف عليك. يعني مفتح كده ويستنى تلك. مش اللقوق مش متسرع بقى او بتاع. لقواقف وبسس وشاف في يمين وشاف الشمال وياخد الكرار قبل ما كرة تجيله. هاه. اللعب الكويس بيبقى من ايه خالد من اللعب الوحش. اللعب الوحش لقرة بتجيله بيقعد نفتك. طب ازاي اللعب الكويس ده كانت مبانش ومشروف في النادي. مين? ازاي اللعب الكويس ده مبانش ومشروف كتير برضك ازاي بيبقى لعبك كويسة وبتمشي من زمان. ماشي. انا عايز دايماً يا خالد ايه? العين اللي تيجي تشتغل في النادي دي. يبقى ملاش مصلحة. اه. هي جاية. عايزة مصلحة النادي الزمالك فقط لغير. دلوقتي انت عارف في طرق كتير والواحد مش عايز تكلم فيها. خلينا في منتخب مصر. صحيح احنا عندنا. طيب. مشاكل كتير. كابتن مين اه اه كل البطولة. افضل شوت شفتو المنتخب مصر. افضل شوت شفتو المنتخب مصر. شوت التاني قدام الجزائر. شوت التاني قدام الجزائر. وقط لبرضو كل الاضافة اللي لعبنا. اه ده افضل شوت. اه افضل شوت. افضل اداء لاعب في منتخب مصر. بس هما مش هقول لاعب عشان مظلمش حد. اه. انا شايف فيه ثلاثة كانوا مميزين اوه. اه. محمد الشناوي خارس المرمى. اه. الونش. اه. فاتوح. اه. لكن انا هتقول سوا سابت. اه. واقول لك فتوح. فتوح. لان مش كل المطشات كان محمد الشنوي. انا انا عجبني كمان السلية. اه والسلية طبعا. اه. بس انت بل لان مش كل المطشات كان بتبقى فيه اختبارات على الشنوي. اه. يعني مسلا مطش السودان ما كانش فيه مطش اللبنان ما كانش فيه. ان كل بتاع اردن يسأل عنه? يعني بس صعبة. قريبة. ما شافهاش هو? ما شافهاش صعبة قريبة. بس هو كان هدف الاردن ده برضو ايه? كان لازم اعتقد احمد ياسين كان لازم يضغط على اللعيب اللي هو بيشوت. اه. ده لهم بساحة ما شافهاش هو. هو اللعب. حاجة بالرؤية. بسرعة جير طبعا. هو بسرعة عملها وحطها. اه. فكان احمد ياسين كان واحمد ياسين اللعب كويس مش وحش يعني. اه. بس كان مفروض يضغط. اه. مديش مساحة للعيب عشان يشوت. لازم اقفل عليه. حتى حتى عشان خلي فيه رؤية الحرس المرمى يبقى شايف الكورة. اه. وشايف اللي بيشوت. لكنهم اقفلوا على بعض. لكن هو جون صعب. ايه رأيك في اداء المنتخب دوردن? فرقة كويس. كان الشوت الاولاني. عاملوا اداء عالي واحنا الشوت الاولاني ممكن نفدنا من هزيمة. يعني كنا ممكن نخسر تلاتة صفر. بالزبط. اللي شناه وشايل كورتين وغير اللي في القايم وكده كنا ممكن تخسر تلاتة يعني. اه. لكن الشوت التاني المدير الفني طبعا مدير فني كبير عدنان حامد طبعا. اه. اه. عايز ومعندوش كمان حلول كتير. ومعندوش حلول. ودايمن بص خايف. يا خالد ايه? اللي بيخاف من الهزيمة بيخسر. دي قاعدة. فهمت ازك. يعني متخافش من الهزيمة. انت جيبت جون انا دايمن حتى في الاستوديو التعليق بلوها جماعة حتى هنالت زماني. كمان جيب جون. حاولت نجيب التاني. هافتك عندهم لعيبة كويس. اه عندهم لعيبة كتير. اللي هم لعيبة كويس. بسهمهم لك ايه? هالموديل الفني بتاعهم. ايه لقالي? عايز يحافظ على النتيجة. مع المنتخبات الكبيرة زي منتخب مصر زي الجزائر زي تونس. حتدفع هتخسر. لازم برضو تبقى ايه? هو كمان بدنيا طلعه. تبغيتهم. 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 ده جيريو جاري شوت لأولين. جيريو. انا هم برضوك في خبرات لعيبة برضو. لسه خبرات اللعيبة عندهم برضوك مش كبيرة. لكن لازم نحي منتخب الاردن عمل مصر مكنتش متوقع منتخب الاردن بهذا المستوى. صحيح. وتمنى المتخب الاردن يحافظ على الفريق ده. الاردن لعيبة كويسة ايه وميزين. ام. لكن انا مثلا عجبني الجزائر. اه. جزائر فرقة حلوة. احسب المغرب يا كتب. والله الاتنين فرقتين كويسين. بس ممكن يعني ادفاع الجزائر افضل سنة من دفاع المغرب. ام. افهم زي ادفاع الجزائر افضل سيدنا. المغرب في النواحي الاجمية مميزة. والجزائر عندهم اتنين لعيبة. حواية كورة. يوسف بليلي. بليلي. لا. وياسين. ياسين ابراهيم. ياسين ابراهيم ده لعيب اعلامي. خالة كابتن ما بيروش. ما همش في المنتخب الاول في الجزائر. اه ما بيلعب في قطر. اه. ما هو لا ما هو ده انا اعيق انا بك حمال عبل طيف. اه. عايز لعيب بس طبعا ما بيلعب في قطر بياخد فلوس كتير يعني. اه. اه. كنت اتمنى يا سين واحد زي ياسين ابراهيم ده يبقى موجود في ند الزمالك. يفرق يا كابتن. يفرق طبعا لعيب كورة عشرة من عشرة. اه. والبلايلي طبعا. يعني انت يعني انت يعني انت لو لو في صفقات في افتقالات الصيفية. لو 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 ياسين ده متاح تجيبه. بس سعره غالي. اه. قول لي السنة الجاية. السنة الجاية ممكن الوضع يتحسن اه يتمنى. اه. لعيب زي ياسين الجزيري. ياسين الابراهيم ولا ياسين ده. اه. لعيب كورة علامي. اه. تعرفني يوسف بلايلي قالك انا كنت قريب من زمالك. قبل. با 2019. 2019. اه. 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 او كان في السعودية قبل كده اعتقد. كان في السعودية. اه. 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 في الجزائر فرقة مميزة. كل مغرب كانت فرقة مميزة. ده بغداد بنجاح ما لعبش لماشر الله. ده لعيب لعيب جامد. ده يعني انت قال لو لعب كمان. اله لعيب كويس. وتونس فرقة كويسة اخلي بها لك. تونس فرقة من اكتر الفرق منظمة. هو اتخطف في تماتش سوريا. هو ماتش سوريا اتخطف. لكن تونس فرقة مقلقة. تعمل لها الف حساب. مع عودة بغداد بنجاح. بكرة مين الاقرب? قطر ايه رأيك في المنتخب القطري والمنتخب الجزائري ومن هو الاقرب في هذي المباراة? الوصف المنتخب القطري كان بالنسبة لي مفاجأة. يمكن اتفركتلوش على الماتشات كتير. اتفركتلو على ماتش الامارات. خمسة صفر طبعا الشوت الاولاني. ولعيبها مميزة جدا. عندهم اكرم عفيف ده لعيب كويس. عندهم اللي هو. اكرم عفيف ده من اصل يمني. من يمني اعتقد اه. من اصل يمني اه. وعندهم الفرود اللي هو المعز لعيب كويس. اه. وعندهم بدماغه ايه? بدماغه وفي كرة وبيه لعب الكرة بالمسطرة. فيه معايز عبد الفتاح ده بلده نفس الامار. ومعايز. دفندر لعيب كويس بلده ده. رقم عشرة. رقم عشرة عتاخد. اه. رقم ستة معايز عبد الفتاح. اه. لعيب كويس. اه لعيب. والباكلفت عندهم لعيب كويس. اه. اما فرقة انا بقولك اتفاجئت. باكلفت ده رجلو تقيلة اوي شويت. اه شويته سريح. اه. اه. اتفاجئت بين منتخب منظم اوي خلي بالك. اه. منظمين. اه. وما تبحث عالتنظيم. في فرقة. ابحث عن دوره المدير الفني. دايما. في التنظيم بالذات. المهارة دي بتاعت ربنا. اه. لك اما فرقة تبقى منظمة. وتاكتك كويس. يبقى المدير الفني ليه دور. بيحفظ. بيتكلم كتير. اكيد. كل عجبتني منتخب. لكن طبعا قطر والجزال ماتش صعبة على الفرقتين. طبعا قطر وسط جمهورها. اه. طبعا حافز كبير ليهم. والجزال فرقة تقيلة. اه. يعني انا متوقع ان اتوقعاتي. اه. ان ممكن الجزال تكسب. طب انا سأل سؤال غريب اوة كابتن. شد. كد فيه خناقة بين المنتخبات العربية. انا بلعب بالمنتخب التاني. انا بلعب بالمنتخب التالت. انت بتلعب بالمنتخب الاول. انت معرفش ايه. عدتك كده فكر. قلت لو منتخب الجزائر الاول. ام. لعب منتخب الجزائر التاني. مش هيبقى سهل. بص مفيش مفيش. انت فيمت قصد يا كابتن. لا ده منتخب المغرب الاول. لعب المتخب اللي بيلعب. لعب منتخب بحليين المغربي. هل ماتش مضمون? نا بص. خالد بص. الماتش الدولي ماتش أه الجزائر بتلعب دي منتخب الجزائر منتخب تونس بيلعب ده منتخب مصر ده منتخب مصر ده منتخب دولي مليش دعوة في أن ده منتخب أول ده منتخب تاني أنا أقصد المستويات هتكون بفرقة جديدة لا اماكن هتفرق المستويات دي برضو خالص الحلقة اللي بتلعب دي يعني ممكن تلاقي مثلا متخب المحلي يكسب متخب طبعا تنم أنت منتخب مصر ما عمل متخب كويسة رغم أن لعندك غيابات كتير وعندها غايبات ناس محمد صلاح أهم اللعيبة غايبة مصطفى محمد عمر مرموش تريزيجي في ناس اللي ما اخترووش رمضان صبحي ومسلا وعبدالله السعيد منيني منيني في عندك غايبات كتير ملاش مخيص لأنه كرة القادمة خالد تسعين دقيقة لا تعرف غير الكفاحة ما تعرفش غير الرجولة ما تعرفش غير الأداء في الملعب ما تعرفش غير المدير فني زاكي عارف حينظم فرقته الزيارة بيقرر فريد داخله وعارف هيعمل ايه ومحضر سيناريوهات قبل المدير قلت القادمة ما تعرفش غير كده لكن ده مدير دولي خلاص مصر بتلعب خلاص الجزائر بتلعب تونس بتلعب طيب نروح برضو من الأقرب كابتن قطر والجزائر قلت لك الجزائر جزائر نتيجة ايه كبيرة لا مع قطر مش هتلاقي نتيجة كبيرة لأنهم عندهم حرص مرومة كويس ومنظفين يعني ودفاعيا منظمين قوي عندهم نظام نقطة نظام كده ونص ملعبهم برضو قوي عندهم انه واحد تاكتكية عالية فمش هتلاقي نتيجة كبيرة يعني يوم مثلا تبقى ايه اتنين واحد الله اعلم طبعا ممكن ما يبقاش فرق كبير كده يعني اه مش هدف فرق هدف هدف مثلا بتاع ممكن هدف كده هدفين اتنين واحد ممكن تصل مباراة لضربة جزائر كل شيء ويرد في كرة القدم يعني جزائر وقطر مباراة تصل القطر اعتقد تتمنى ان هي المباراة توصل لضربات الجزائر ان هي عرفة قوة المنتخب الجزائري فيقولك نطول الوقت نلعب وقت اضافي حتى لو تلاعنا في وسط بلدنا رغم ان قطر فرقة كويسة طبعا يبقى تلاعنا بركات الترجيح لكن ككورة كامكانيات لقى الجزائر منتخب كبير منتخب مهم وانتقول دلوقتي بغداد بنجاحا مايرجع مع ياسين لابراهيمي مع البلايلي مع الطوام معاهيمي عندهم كمان جمال بالعمري سد باك الاساسي برضو كان غاية من اول بكولة بعد المطش الاولاني تريبا وعندهم ورقة ربحة الياس شت اللي هو الباك الشمال اللي بيلعب في الترجي لعيب كويس ورقة كويسة بن عيادة ده كان هيجي الزمالك بن عيادة كان حمزة الباك رايت الباك اللي بين لعيب كويس كان جاي فري خلس عاده وراح النجم السحلي لعيب كويس لعيب كويس قوي وقوي وفاهم عجبني وفاهم وبوقف وبتاع حتى مراح ضربت الجزاء بهدوء بصة خالد دايما دول الشمال الأفريقي تونس جزائر مغرب لعيب كورة أعلى مستوى ومتأسسين صح يعني النواحة تاكتكية اللي عندهم عشرة من عشرة الاستلام التمرير بطن الرجل وش الرجل الكوة وعندهم كمان الروح عندهم روح عالية الدوافع زي ما عندنا منطخب مصر احنا بنكسب بالدوافع لكن يمكن منطخب مصر ما امتعنيش قوي غير ما سمتش الجزائر اللي كان منطخب عمل شرط كويس هو مع الأردن اللي هو الشرط التاني السودان مبارا سهلة السودان طبعا سأربنا يعني يكرم طبعا منطخب السودان اللي المستوى ما عجبنيش بس هم طبعا بيمروا بظروف صعبة كل التحيات طبعا للشعب السوداني والشعب اللبناني وفاهم هم شاركوا رغم ان فيه زروف في البلدين يعني في كل التبنيات الطيبة ليهم صحيح طيب مصر وتونس مباراة تنتهيك في التسعين ديئة اعتقد هتنتهي في التسعين ديئة اه ما فيهاش اضافي ولا ضربات جزائر لا انا احساسي كده اه منع بحب احساسك اه الاحساس انها ممكن تنتهي في الوقت الاضافي لان خلي بالك اي فرقة هتجيب جون ممكن يقولك احاول اغطيه في المتشط دي احيأمن دفاعي قوي والفرقتين عندهم القدرات الدفاعية وفي نص الملعب ان هو ممكن يأمن ويقتل الجيم نفسه فاللي هيبجون مش حيتمع يجيب التاني عشان مش هيفتع الخطوط بتاعته لان انت لو جيبت جون في تونس تونس ما انت مش هتجيبهم كتير برضا وهم مش هتجيبهم كتير الخطوط هتفتح بس هيبقى فيه استحواز في نص الملعب هيبقى فيه تأمين دفاعي هتلاقي تأمين في 3 في نص الملعب ممكن وتلاقي 4 في نص الملعب قبلين دي مبراحة توصلك النهائي بس اعتقد مش هتوصل لركلة الترجيح مين الاقرب ركلة؟ الاتنين احساسك احساسك احساسي انا اتمنى امنياتي ما كلنا خلاص اه لكن احساسك خمسين خمسين ما تقدرش تقول مين الاقرب انا قلتلك من بداية اللقاء احنا دفاعيا من احراسة المرمى افضل وممكن بكرة تلاقي برضا الدفاع بطولوس كويس كله كويس لان عندهم بن حميدة برضك لعيب كويس وعندهم بلال العيفة لعيب كويس وعندهم مرياح لعيب كويس ياسين مرياح لعيب كويس عندهم كمان كان في ياسين الشيخاوي برده والشيخاوي الشيخاوي ده قدام بيلعب قدام عطاهم بس برضه لعيب مويس اه فما تقدرش تقول مين افضل انت عندك اوراق ربحة هنا وهم عندهم اوراق ربحة هنا في مقاط ضعفة عندك وعندك مقاط ضعفة عندهم اللي هيستغل اللي هيبقى مع التوفيق المدير الفن اللي هيكون أريك جيم كويس المدير الفن اللي محضر للعيبة للمطس المشارة اللي لعبت المطس الفات بتشكيل لازم أبدأ بيه في مجريات مباراة بتتغير في مطس لا أنا محتاج مثلا عالي معلول حيلعب بك شمال طبعا أنا لازم يحط لي زيزو يلعب ناحية اللي مين مش هحط له مصطفى فتحي ما ينفعش حط له برضو كواحد قوي جود بيلدينج زيزو سرعاته بل حيض دي يبقى جيم حالو المصطفى فتحي قامة هاري بس لو لعب مش هيدافع نفس المصطفى وبتعزيزو ايه رأيك في أداء مصطفى فتحي في المطولة؟ والله بص مصطفى لعيب مميز قوي ممكن أنا برضو كنت بارح كنت في يعني في قناة وكده الفضائية المصرية واتكلمت في الموضوع قلت مصطفى فتحي لازم يسهل على نفسه شوية المطسط الدولية غير المطسط المحلية مصطفى لعيب كبير لعيب مميز بس مصطفى بقت طريقة لعب واحدة بياخدوا الكورة دايما عايز يروح يرقص اتنين وثلاثة ويخش الجو عشان يشوت بيبقى يلاقي فيه كسافة عددية من المدافعين فلازم يبقى فيه تنوع في طريقة اللعب فيه كورة ممكن لعبها من دمسة واحدة فيه كورة غير ملعب فيه كورة فيه مساحة استغل بقى مهارة مصطفى فتحي اقول أنا مصطفى فتحي فيه مساحة واحد على واحد أروح لكن مخشش في الزحمة لانت برضو ايه دي لعبها دولية ولعبها بتلعب فندية ومحترفين ولعب التونس والنسان والجزائر ولعبها مهمة فبرضو القدرات الدفاعية عندهم قوية يعني غير عندنا الدوري المحلي طبعا فيه فارق طبعا فيه حاجة دولي فيه حاجة محلي فمصطفى اتمنى انه بيساعد على نفسه وانا بقوله ان مصطفى برضو كفتحي وما بغيرش كلامي هو أفشة بكرة لو نزلوا او كانوا متواجدين حيبقى ليهم دور مهمة او في الفوز أفشة ومصطفى فتح فعلا كابتن مين من لعيبك جداد اللي أبهرك يعني اللعيب أبهرك قلت ياه بص هو ما فيش إبهار لان انا بص يا خالد انا هتديك أمثلة حسين فصل احمد رفعت مهند لاشين مراوان داود مراوان حمدي احمد ياسين عمر كبال عبدالواحد كل دول لعيبة جدو بص هو ما فيش بالنسبة لي إبهار لان انا كحمد عبدالطيف مش حكم على لعيب من ماتش أو ماتشين أو ثلاثة انا عشان احكم على لعيب يبقى نجمع عايز مستوى ثابت على قل احكم عليه في عشرين ماتش يبقى على قل في ستاشر ماتش كويس اخو ماتش كويس لكن مش حكم على لعيب جاب جون او لعيب أعمال ماتش كويس او ماتش كويس انا برضو بص خالد لا اعبقى خمسين مليون يعني اصلي سموح ديواتي بيطلب في خمسين مليون مشكلة نادي سموح يطلب والله هو عايز يضحقه لكن انا كحمد عبدالطيف اما بحكم على لعيب عايز يلعب لي عشر ماتشوات خمسة عشر ماتش كويس عايز عشان اقول عليه ده لعيب حيبقى نجم مش نجم وده اللي بيحصل مع محمد صلاح اه اما عمل موسم رائع قالك لا اهم حاجة الاستمرارية اه طبعا عمل موسمين قالك لا انت هتكارنو كريسانو وميسي لاته ما استمر ثمان تسع سنين عشر سنين دايما لازم تخلي عند اللعيب هدف وعند اللعيب طموح لكن مش انا اللعيب حيلعب ماتشين تلاتة كويس اقول نجم النجوم وسعر وكذا لا الكلام ده غلط في مصر انا عايز اللعيب للمستوى السابت زي زمان كده في لعيبة تقول دي مستوى سابت بتلعب لك مثلا خمستاشر ماتش كويس بتساهم في مثلا في فوز ببطولة كده لكن مش مش اي لعيب لعب ماتشين او تلاتة ان اقول عليه نجم وده غلط لان في لعيبة برضو بتتغرم الكلام ده في لعيبة بتبع عندها ثقة ثقة عالية بقى الناس بتتكلم عليها في جيلك الماتش اللي بعديه عندي نعم الغرور لكن انا عجبني مثلا حسين فصل عجبني احمد رفعت حجبني امر كمالعب واحد عجبني حمدي فتحي عجبوني اداءهم متزنين في اداءهم وبيقابدوا كورة كويسة كل واحد عارف ما همه ايه لكن ما اقدرش يقول على ده نجم وده نجم من خلال ماتشة او ماتشين او تلاتة طيب عايز لك سؤال احنا برضو وقت عندنا النجوم بيلعبوا في الدورة المصري اه احنا ملتكلم على بدر بنون ام اشرف بن شرقي سيف الدين الجزيري ام اه فخر الدين بن يوسف علي معلول علي المثلوسي حمزة المثلوسي ام يعني معظم اللعبة دي ام بتلعب في الدورة المصري كان من المتوقع لأشرف بن شرقي انه هو تقريبا اللعيب الوحيد اللي موجود في المنتخب المغرب الاول اه اللي هو بينضم مع خليل وزيتشو كده ام ورغم كده والمنتخب ده منتخب محلي بيلعب ماتشات ودية مع بعض يعني ما يكون أشرف بن شرقي بينضم للمنتخب الكبير بيكون المنتخب المحلي ده عام الماتشين تلاتة ام وفيه وليد الكارتي كمان كارتي بتاع بيرم اه المغرب احرزت 11 هدف منهم 10 اهداف كان أشرف موجود في الملعب لم يلعب مباراة السعودية اه تمام لم يحرز اي هدف أشرف بن شرقي صنع تقريبا هدف واحد من العشرة رأيك في اداء أشرف بن شرقي في هذه البطولة بصه أشرف طبعا لعب كبير خلينا نتكلم بس دايما اداء في الدوري المصري شيء ومع المنتخب بلاده شيء حينا في الدوري المصري الأمور أسهل بالنسبة له شوية المنتخب ماشي اوكي بس انا بيكلمك في الدوري المصري هنا الأمور بتبقى أسهل شوية لكن مع المنتخبات الكبيرة بياجد صعوبة لكن أشرف من شرقي مميز بس هو مش مركز أنا أتمنى أشرف يركز أشرف عنده أكتر من كده بكتير أو أشرف من شرقي بيمتعنا هنا بيمتع الزمالكاء والأهلاوي أنا على صحابي كتير بيشجعوا الزمالك طيب يحبوا الزمالك والأهل بيستمتعوا بأداء اللعب الحالي بس هو واضح في حتة عدم تلكيز وده حق وكل إنسان بيدور على مستقبله كنت أنهم مش مركز بقالوا فترة ما أنا بقول لك من أول الدول يعني حتى في البداية هذا المصري من أول ليه؟ مهبردك هو بيحاس عن تأمين مستقبله خالد ده لعيب محترف ده لعيب يعني هتديله فلوس هو جاي عشان إيه؟ عشان ياخد فلوس ويلعب ويأمن مستقبله وكده ده إذا كان ابن النادي ممكن يسومك فمش عايزين نقول بقى عايزين نحسين عموتة أمش عايزين نقول بقى اللي هو المحترف ونيجي علينا ده حقه بس تأمين مستقبله يعني بس زمانك أأمن مستقبله يا كابتن دي كورت القدم مليش دعوه هو إن شاء الله معاه مليار جنيه هو جاي بيلعب بيلعب أجر مقابل عمل هتديله فلوس على عقد بتاعه ومش عايز تأخير عشان يقدي ما كانش كده هو ما ترباش في النادي ولا ناشئين النادي حيسيبك ويمشي حيسيبك ويمشي كابتن في التصريح حسين عموتة وعمل لغط كبير جدا قالك قبل ما البطولة تبتدي قالك أنا أتمنى أشرب بن شرقي يتقلق في هذه البطولة عشان يروح لنادي أكبر من نادي الزمالك لا نادي الزمالك كبير فاكر تصريح ده يعني ناسك اللي اتكلمت فيه بس أنا ما شفتش التصريح هو كان التصريح كده لكن نادي الزمالك طبعا نادي كبير واعتقد ان اسمعت ان هو الراجل قال انه ما كانش قصدي أو كده أو حاجة زي كده لو المدير الفن يحسين عموت لكن نادي الزمالك كبير قوي ده شرف لأي حد يلعب في نادي الزمالك ومحترامي للعيبة كلها اللي جات ساسي بنت شارقي كل دول قبل بيجوا نادي الزمالك مكنوش بنفس النجومية غيرا ما جوم نادي الزمالك انت جاي بيجردك بتلعب مع نجوم في نادي الزمالك مع لعبة كبيرة حتى نسبة المشاهدات ونسبة الله طبعا دوري يعني مصري 100 مليون أكتر من 100 مليون ونسبة مشاهدة الدوري المصري مختلفة طبعا ودوري أبطال أفريقيا والحكاية وغير كده معاك لعبة كرة كويسة هو مثلا بن شارقي وساسي كانوا هزهروا كويس لو ما كانش معهم طريق حامد وزيز ومصطفى محمد كبليه أشرف وشي كبالة خليها يكمل خالده مصطفى فتحي وفلان ما بظاهره برضك عشان هو مسلا مساسي ده بيعمل كرة حلوة وسروه باس كويس بتلاقي مسلا نزيزه بيعملها عرضية لمصطفى محمد بيجيب جون بيت ترجم الفرص دي لهدف عاجبك فرجاني؟ لا كمصطفى مش عاجب بس أنا بقولك من دلوقتي فرجاني بكرة هيبقى نجمل مطش ماشي يعني أنا بكلم أمتا عالمستوى العام لا ما هو برضك ايه مش هو فرجاني اللي احنا متعودين عليه بس أنا بقولك ليه ما هو دور برضك مين كان بيلعب مع فرجاني ما أنا مش ايه أما قيم فرجاني ساسي أنا حقيم مين جنبه في نص الملعب مين بيأمينه مطار إحمد كان بيأمينه دفعين وكان فيه عاملين دوتو كويس بينه وبين بعض وغير كده زيزه قدامه مصطفى مصطفى فاتحي مصطفى الحمد معاهي أفضل ديفندر في أفريقيا بيلعب في كورن الفرنسي في كورن الألماني لا بيأمين اسمه ايه يا ربي سليتي ولا بيأمين لا مش عارف اسمه ايه لأ شعلاني بلعب في كورن الألماني يا جماعة واتاخد منتخب الدوري الألماني اختروه من ضمن بيلعب رقم ستة يعني لايه مهم يعني مفروض فرجاني بيلعب جنبه المفروض بس فرجاني تمانية برضو في المنتخب مش بس هو فرجاني تمانية هو الشعلان اللي هو ستة اللي بيقوم بتدور الدفاع أفتر عشان طرق عشان انت بتقول طرق انا بقولك في المنطقة برضو عنده العيبة جامدة بص خالد وحنا بنلعب زمان هو انت نجمل وحدك ولا انا نجمل وحدي ولا في عوامل مساعدة طبعا عوامل مساعدة في تيم بيشيل لعيب حتى مثلا لو انا ما كنت الزمان بدافع مثلا حتلاقي جنبي مثلا اسماع ليوسف بيدافع محمد حلمي بيدافع بيقوموا في الدور ده كل واحد ربنا مدينه دور بس اما حاجة يكون التيم موجود اساس التيم موجود حالس مرمى كويس خط تفاع بيعرف يدافع صنع لعبة مع الفندر اجنحة حد بيجيب جوانا عشان يبان مجهود اللعيب هو الياس السخيري اللي انا بقولك من افضل يعني من افضل اللعيبة اللي بيالعب في قانف الالماني ومتاخد افضل يعني ده بيقولك ده بيتحط الانتخب تونس بيتحط عليه يعني ده افضل لعب وسط موجود في المتاخب التونسي وده مفروض ان فرجاني جنبه يعني وهو خلي بالك عندهم برضو محمد بن رمضان لعيب كويس جدا خلي بالك ده وكان لعب هو اضطرد مطش هو اضطرد عشان كده اه بعد كده لعب الشعلاني وممكن بكرة تفاجئة ان محمد بن رمضان ده لعيب برضو كلاعيب كرة كويس اما هو حيبقى ساسي او الشعلاني واحد يعني الاتنين دول موجودين هل محمد رمضان حيبقى مكان الشعلاني او مكان ساسي اعتقد ان حيبقى شعلاني وساسي محمد رمضان يبقى ورق الشوت التانية طيب نقفل القصة ونروح لنادي الزمالك النهار ده نادي الزمالك تعادل اتنين اتنين مع الرائد الرائد ايس اه وماش قوي على فكرة اه فرقة كويس فرقة قوية جدا اه الفرقة القوية في الدور السعودي يعني اه 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 والزمالك واحنا محطوط التشكيل تحس ان الزمالك يعني بتكلم على عبد الشافي باكلفت اه عبدالغني ومحمود علاء اه حازم امام حازم بنتكلم على طريق حامد وامام عشور اه وكان محمد أشرف روقة وعبدالله جمعة وعمر السعيد ورزق سيسي ورزق حاجة زي كده يعني اه بس يا خالد دايما انا المهارات الدولية الودية دي اه المدريب فاني بيجرب فيها لعيبة بيشوف لعيبة راجعة من الاصارات جرب خطة زي سيسي بيجرب تاكتك معين بيشوف لعيب في مركز تاني عايزي تطمن سيسي موجودة عايزي شوفه عبدالله جمعة يلعيبه قدام ولا يلعيبه باكلفت فدايما المطشيات الودية دي انا ايه يما هترفش بيها قوي مش حقيص الفرقة حتى الدوافع على مطش ودي انتكسبتو او خسرتو انا عايزة اطلع من المطش الود دي بمكاسب المكاسب اللي انا كنت محضرها من البداية انا عايزة اطمن مثلا على عبدالله جمعة عايزة اطمن على سي سي عايزة اشوف محمود علاء الفورمات بتاعتو ايه مع محمد عبغاني ممكن يحصل بردوك بعد كده يبقى مثلا الونشي مش موجود فهتطار لتلعب مثلا عبغاني ومحمود علاء التلات السلاثة هم دول اللي بيلعبوا فلازم تطمن على اللعيبة دي لكن احازم امام العيب كويسة ما بيرجع حازم بردوك مهم وبتطمن لكن انا الود دي بالنسبالي باخد منه شوية حاجات اللي انا عايزها شي كبالا مش موجود في المطش اه لكن النتيجة متهمنيش حتى لو اتغلبت انا همني في الرسمي ام انا اقول لك حاجة كده ايه مضحكة شوية انا بالنسبالي الود دي زي الخطوبة الرسمي زي الجواز اه بالزبط اه 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 ودي خطوبة ممكن واحد يطلع احسن واحد لا وممكن كمان خطوبة ما تتمش وبتبقاش جواز لكن الرسمي اه خلاص كده كده يتم جواز واسرع ومكسبه لكن الود دي ده بالنسبالي عادي اه اه فيش مشكلة خالص يعني انا فاكر مرة كنا مع كابتن جوهري المنتخب كان قابل بطولة في السنغال ام بطولة افريقيا ام كسبنا كل المطشاط اللي وديه قابل البطولة اه وروحنا السنغال اتغلبنا مشكلة مش مقياس بقولك المطشاط بقولك انت بتطلع بيها من حاجات معينة بقايز تتطمن على العيب على العيب يا راجع من الاصابة بتجرب العيب في مركز عشان هتجربه في الود دي مش هتجربه في الرسمي الرسمي فوش تجارب الرسمي انت نازل المطش حاطت تشكيل بتاعك وعارف البنيل بتاعك ايه والسيناريو محضره لان الود دي هتجرب فيه صحيح صحيح تعرف ان امام عشور كان زمانه دلوقتي مع المتخب ده ان امام لعيب كويس كان ممكن يبرس في البطولة دي كان ليه دور الدنيا كلها نصيب كل واحد بيخد شهر نصيب انت اشتغل واكتهد وبعد كده هيبقى ليه دور تاني ممكن ليه بقى دور مهم ممكن تلاقيه في كاس العالم ممكن تلاقيه في مثلا في افريقيا موجود اما حاجة تشتغل في المرحب اما حاجة ما تتغرش اما حاجة تكتهد اما حاجة يبقى عندك ارادة وعزيمة وصبر مش تكلمش على عميها بيتكلم عمتا مش اللي عيب يلعب مطشين ثلاثة يحس ان الناس بتتكلم عليه خلاص بقى نجم لأ انت ما عملتش حاجة انت عشان تعمل حاجة عايز لك سنة واثنين عشان الناس تبتدي تقول ده مشروع نجم مش نجم وده المشكلة اللي مودية بعض النجوم الصعدة اللي بتطلع في بعض الاندية كتير جدا الجمهور والسوشيال ميديا العيب يلعب مطشين ثلاثة الملك الميستور يا جماعة كورت وقدم مش كده كورت وقدم عايزة استمرارية عايزة انا مستوى ثابت عفترات طويلة مش اللي هنلعب مطش ومطشين وخلاص عفكة احنا عطفها كده مطش الاولاني في لبنان كيروس معندوش فكرة مطش التاني كيروس علامي مطش التالت كيروس معندوش فكرة شئة الاولاني مطش التاني تغييراته عالمية منشط دولاردن شط الاولاني اللي بيهببه ده مطش التاني يأولد عالتغييراته وتغييره ولازم نرفع له كبعة اكتشف لعيبة معرفش ايه بص خالد البطولة دي مستر كروش بيلعبها هو التشكيل الاساسي في منتخب مصر في دماغه خلينا يبقى عقاقين ممكن يبقى في مركز هو اللي فيه خلاف عليه لكن محمد صلاح ما يرجع اكيد حيلعب 23 اسمه كابتن في دماغه اه اعتقد يعني تتكر 23 الموجودين دول هاخد منهم كم في كاس الام دول ممكن ياخد منهم 17 16 خلي بالك اولا لا يمكن تخد بالك فيه كمان تعمل ما اقولك اه خلي بالك حيرجع ياخد ابو جابر لا لا مش ياخد ابو جابر لا 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 يبقى ابو جابر هياخده انت بحتاج ابو جابر الاربعين اسم ما حطوش في الاربعين وهو طارق حامد لا دي معلومة مش عندي اه انا معلومة يعني ما عرفش يعني هو خلاص عنده قناعب اه 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 شناوى محمد صلح هو بيدور في البطولة دي عالبديل عالبديل الجاهز اللي هيبقى بديل لمحمد صلح اللي هيبقى بديل طبعا محمد صلح ماليوش بديل بديل لمصطفى محمد لو لعب بديل مسلا اه عمر مرموش او ترزجيه هو التشكيل في دماغ يعني تعال نقول كده مع بعض يا كابتن اه 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 الشناوي والصبحي ضامنين ضامنين اه انهم يكونوا في الكاس الأول الاتنين دول مسلا نتكلم فتوح ضامن الوينش ضامن حجازي ضامن اكرم توفيق ضامن اه تمام نتكلم على ايمان اشرف ضامن ايمان اشرف اه يرجع من الاصابة طبعا انصر واساسي تمام نتكلم على نص الملعب حمدي فتح وعمر السلية لأ ممكن احمد ياسين يبقى موجود خلي بالك انت عايزك اربع سلطة ماتعرفش باردو لسه يعني بكلم من ضامنين قوي يعني مش عايزين يا خلد ايه لأ انا بكلم عن ضامن بس عافية مش نقلل له على حاجة لأ لأ هنقعد نحسب حزبة هو الراجل اللي زي بقولك هو في دماغه لعبه معينة يعني هل حسين فصل ضامن لا محمد لا احمد رفع الضامن لا زيزو وممكن يبقى موجود لا زيزو حيبقى موجود محمد الشريف ده من وجهة نظري محمد الشريف حيبقى موجود مروان حمدي ضامن مروان حمدي اهم حاجة ايه مجانا يبقى مصطفى محمد اهم حاجة ايه ومرموش اللي احنا ربنا يكرمنا بكرة ماتشينا مع تونس اه اللي احنا نعمل نتيجة كويسة ونصعد لان احنا ما نزلتلك من البداية بتلعب فرقة محترمة اه فريق تونس فريق محترم اه فريق منظب التكتكين فريق عنده مهارة فريق عنده ده اقوى ماتشي لنا كابتن من 3 سنين تريبا هو الجزائر يعني يعني بول ماتش بكر عشان ماتش نوكاوت ماتش الجزائر ممكن تقبل التعادل يعني وبرده منتخب تونس تعتبره شبه كامل اه بالذات يعني غير منتخب ده اقوى ماتشي لنا من سنتين اه طبعا طبعا ودايما انا ماتشات تونس بتقلقني لان تونس بتاعف تلعبك مابتهجمكش كتير بس ما بتعمل هجمك هواجبتين وخاصة القراط العرضية والسوابط الحاجات دي مميزين فيها قوي ففي فرقة بتاعف تكسب ممكن مش ممتعة في فرقة ممكن تمتعك وتلعب وتقدي كرة كويسة وتضيع فرص بس فرقة ما تكسبش وفي فرقة تاني من كرتين تلاتة يعرف يكسب ويقدر يأمن لك ونص الملعب ويأمن دفعته كويس فالكن انا احساس ان بكرة هبقى فيه جيم حلو ان الفرقتين كبار وزي قلتلك صراع الأقوياء صراع الأبطال الجبابرة فرقتين تقال في كرت القدم يعني فهنشوف ماتش حلوان طبعا سمنى منتخب مصر طبعا يكسب طبعا احنا منها من قابت حسن بدري لاعبنا كينيا توجو كينيا وتوجو مش فاكر مين النايجير تقريبا مش فاكر كينيا وتوجو ولعبنا ماتش ودي مع بيتسوانا ولعبنا ماتش ودي مع ليبيريا ولعبنا الليبيا مرتين وانجولا مرتين والجابون مرتين دي كل ماتشاتنا في سانتين المتشات كلها يعني متاسط المستوع اللي من المتاسط بل ال� flavored يعني. وبعد كده بدينا نلعب لعبنا لبنان. سودان. بس هو جزائر وتونس. جزائر. بكرة. جزائر كمانش فريق الاول. اه بس برضو كفرقة كويسة. وكان ماتش يعني ماتش مش معندكش النهارده هتتغلب لا تكسب. اه اه اه. لتطلع. اتنين ساعدي كانوا تعايز بتازل الدور على مركز. الدور على مركز. فالضغوط مش جامدة. والدوافع. بكرة الضغوط جامدة. اه طبعا. فانا دي اهم مباراة لمصر من سنتين. اه طبعا. زي بقلت لك تونس فرقة كويسة. منظمين يا خالد. وبيعرفوا يستغلوا الدربات الركنية والكرات السابتة كويسة قوي. وعندهم صرعات كويسة. لعيبة دولية. كانت ان انا عمري ما شفت حمدي فتحي. في كاس الام. نعم. وعمري ما شفت الوينش. يعني على ارض الوينش. ما انا عارف انت عايز تقول ايه. وعمري ما شفت افشو. وعمري ما شفت محمد الشريف. وعمري ما شفت فتوح. وعمري ما شفت اكرم. بص يا خير. انا شفته في دورة توكيو اه. وعمري شفت اكرم. وعمري ما شفت كل اللعيبة دي. بكرة هو مقياس حقيقي. لان اللعيبة اللي معدنها كبير. ولعيبة كبار بتباني في المتشاطة التقيلة. اللي هي فيها ضغوط عصبية. بتبين لك شخصية اللاعب وقدراته الحقيقية. بعيد عن المباريات اللي هي بتكون تصنيف تالت او رابع. ان شاء الله اللعيبة دي هتقدي بكرة. لان انا عندي ثقة طبعا في اللعيبة بتاعة منتخب مصر. كلهم من اول الشناوي واكرم والوينش ومصطفة حلو لاعب افشا فتوح. كلهم هيقدوا. لكنها بقول لك انجمتش بكرة ايه. مباراة تونس. مباراة بين خبارات دولية كبيرة جدا ان هو منتخب تونس. مع طموح الشباب. ان عندك شباب كتير عايزة تثبت نفسها. انها بقولوا احنا هو. زي ما انت بتقول نشوف بكرة. انا كل ثقة في لعيبة منتخب مصر بكرة ان شاء الله. لان انت معاك عامل مهم جدا يا خالد الجمهور. الجمهور المصري في الجوحة. خبالك جمهور تونس كتير. كتير. بس برضك المصري هيبقى كتير. اه. هم واخدين بالنص بيقولك واخدين بالنص. بس انا بقولك هو الجيم هيبقى حلو. في رقتين كبار. لكن انا قلتلك من البداية ايه. التفوق الهجومي لو انتخب تونس اكتر. واحنا انا واحد دفاعية عندنا. وحرست. النص الملعب. احسن. نص الملعب في تساوي. اه. لانك سلية عمل مطشط كويسة او حمد فتح عمل مطشط كويسة او عندك ساسي ممكن مش مستوى بس بكرة هتلاقيه شكل تاني. عندك اللي هو الشعلان يلعب كويس في نص الملعب. عندك بقى التلاتة حنة بقى. عندك زيزو. عندك زيزو. عندك افشا. على حسب مين هيلعبه افشا وكده. لكن انا بكرة حاسن لانا هيبقى مبرحل وتكتيكيا. مش هيبقى في المطشط دي بها جون كتير. بس هنستمتع. هنستمتع بالتكتيك. وبعض المهرر بعض اللعيبة. يعني انا ايه. اكيد مصري. بستمتع مثلا ايه. اما يبقى حسن فصل كويس. اما يبقى افشا كويس. اما مصطفى فتحي القرى بتجيله. فيستمتاع. انها التاني هتلاقي المساكنة. هتلاقي حنة باعل المجبري. هتلاقي السليتي. هتلاقي الجزيرة بسرعات. وخلي بالك الجزيرة بكرة ممكن يبقى مقلق جدا. صحيح. كده. وعندي نقطة مهمة قبل ما نختم. ازاي احنا مش عارفين يعني نستفاد من الجزيرة هنا. زي ما منتخبتون اسم استفاد منه. يعني لازم المدير الفني كويس. اما لقى عندي مهاجم كويس يا خالد. اركز عليه. اعمل له طريقة مخصوص. اعمل له تاكتيك مخصوص. اللي انا ازاي اوصل له المرمة. فلازم نستفاد من الجزيرة بس مش بكرة طبعا. بعد كده. ان شاء الله. بعد كده. شكرا كابتا حماد. حبيب يا خلوه التوفيق. شكرا كبير. نجم الكبير كابتا حماد عبداللطيف. تعالوا نطلع بقى للفاصل. مسابق بعدها دكتور عادل سعد. وفكرة مميزة جدا. وعندنا بعض برضو الماتيريال اول مرة يتعارض مع الدكتور عادل سعد بعد التقريب للفاصل. يلا بي.